فريق ساندونز الذي يحتل القمة برصيد عشر نقاط وله مباراة في السلسة عصر السبت بإذن الله تعالى أمام الهلال السودان رغم فوز الناد الأهلي بهذه المباراة إلا أن هذا الخطر قائما فمواجهة الهلال مع ساندونز لو فاز الهلال بقى سبعة بقى زيك ولو خسر بقى أربعة وانت سبعة ولو تعادل بقى هو خمسة وانت سبعة مواجهة الهلال السودان في القاهرة في 3 إبريل المقبل بإذن الله تعالى هي الفصلة وهي الحسمة في تأهل الناد الأهلي إلى الدور ربع النهائي لمواجهة الكبار واللعب مع الكبار على الفوز باللقب الإفريقي والمنافسة الإفريقي غالبا رؤساء المجموعة في الملاعب الأخرى هم النهاردة فرقة الرجاء المغربي اللي ارتفع رصيدها إلى 12 نقطة بترو أتليتكو أيضا أمامه فرصة هو أو الوداد لاحتلال قمة المجموعة بمباراة الزمال غدا مع بترو أتليتكو وبرضو الوداد هي لعب سجرادة فهم الاتنين هتلعب واحد يعني دول مرشحين والترجل التونسي أمامه أيضا هو شاب الوزداد سيتولى أو أحدهما سيكون على القمة فبالتالي يكسب الناد الأهلي الهلال السوداني يكسب الهلال السوداني بإذن الله 3 إبريل يترشح ثانيا ويواجه إحدى واحد من الفراد يبقى الرجاء المغربي يبقى الترجل التونسي يبقى شاب الوزداد يبقى بترو أتليتكو يبقى الوداد يبقى الرجاء المغربي يعني هيبقى فيه تلاتة من الخمسة دول هم اللي على قمة المجموعات السلاس الأخرى بإذن الله تعالى فالتلاتة دول واحد منهم بإذن الله تعالى هو اللي هيبقى لا لا يلعب واحد منهم بإذن الله فبالتالي الأهل النهاردة أدى مباراة في رأينا مباراة يعني ربنا سطر فيها بالمهارات الفردية والقدرات الفردية الخاصة لمحمد شريف وأحمد عبدالقادر حسم النادي الأهلي هذا الفوز الكبير اللي حققه على المريخ السودان الأداء كان فيه أخطاء دفاعية سازجة أخطاء دفاعية سازجة تعاطف القائم مع النادي الأهلي قبل هدف التعادل لفريق المريخ لعرضة شالد جون قنبلة جون قنبلة يعني العرضة قالت لا هنقف ونساند النادي الأهلي في هذه المباراة وبالتالي تصدد إلى هذه القنبلة ولكن نتيجة الضغط من لعب المريخ السوداني حصل التعادل ولكن بالمهارة الفردية لمحمد شريف وللبارد البارد أحمد عبدالقادر اللي بيرقى سطوب الأرض بارد من إيه بقى يفكرك كده بغنية سعاد حسني لحسين فاهمي اللي يجب بتقول لي ما تكونش أمين شرطة اسم الله ولا دولة عليه بروض أعصاب يعني عاملها جور روعة واحد زي أحمد عبدالقادر ما ينفعش بأي حال من الأحوال خارج منتخب مصر في المباراتين الحسيمتين أمام السنغال لعيب مهم بيمتلك إمكانيات فنية عالية جدا 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 بيمتلك قدرات فنية عالية مهاراته يستطيع أنه هو يحسم لك المباراة بالمهارة الفردية والقدرات الفردية الخاصة يعني لكن ما ينفعش بأبارة منتخب بأي حال من الأحوال إمكانياته عالية وقدراته عالية وحاجة باسم الله ما شاء الله تبارك الله عالية جدا 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 برسيته وسجل هدف الأول يعني برضو ساعده فيه الحارس المرمى برسيته لازال أداؤه لغزا كبيرا لغزا كبيرا في المباريات أنت يعني بتلاقيه يعني ما تعرفش الناس قال لك ده تعبان ومصاب ومش هيلعب ومش عارف ايه وكلام بالشكل ده والكلام خارج من الجهاز الفني بدليل أن الكابتن أحمد شو بيرطلع عليك أنه عمله صونار وهو الصونار مطالع عنه سليم لكن بيشتكوا من قلم النهاردة شفناه بيلعب واللعب الشرط الأولاني وأدى في حدود المسموح به وسجل الهدف الأول للنادي الأهلي وكان هدف مفتاح الخير فبالتالي بيرسي تاو أداء لغز كبير وأنه مش قادر يكمل شوت ومش هو ده بيرسي تاو اللي احنا شفناه وسمناه ميسي تاو سمناه ميسي تاو أول ما شفناه في بداية الموس مش عارف أنا المستوى بيوتراجع عليه هل يحتاج إلى كونسولته طب اللي اطمئنانا على سلامته لعلاجه ما تعرفش لكن في كل الأحوان الأهلي فاز فريق المريخ فريق محترم فريق بيلعب كرة حلوة فريق عنده روح قتالية عنده اليقة بدنية عالية بيضغط على المنافس عنده قوة عنده سرعات شكل خطورة على النادي الأهلي لكن والأهلي دلوقتي ما بيلعبش نفس كل اللي بيلعب قدامه عاوز يثبت ان هو واجه النادي الأهلي وقدم مباراة طيبة ولعب مباراة حماسية وما إلى ذلك فمباراة قوية حفلت بالندية يعني يكفي المركز الثاني كانون متساويين أربع نقاء فعمل مباراة صراحة يعني حفلة بالندية وحسامها محمد شريف بمهارته الفردية والبارد أحمد عبداليادر عامل جون يا جماعة بصراحة يعني قوم الواحد واعاده أول حاجة قطع قبل المدافع ما يستلم قطع قبل المدافع راح على المرمى رأس وبعقين بيلعبها في الديقة كمان مش في الواسعة يعني أو مش في البعيدة لا ده حط قاله في الديقة قاله روحة زي ما بتروحي مسجلا هدف الاتمقنان للنادي الأهلي ويفوزي النادي الأهلي بسلسية مقابل هدف أدار المباراة الحاكم السنغالي الكف ما جيت نضاي عاو زقف عند حاجة إن حمد فتحي دلوقتي بيتنرفز وبيكشر بحس إن الدنيا يتمطر يعني راح يعني فاهم نفسه مثلا راح يتجع على صمع فتاح ولا على وجهة أحمد ولا على كده فالراجل بيقوم يدي له الكارتة على طول يعني أنت عامل الفاول وريح تكشر فش وتزعب تاخد الإنزاء فبالتالي علي أنه ينتبه لمسجل هذه الكرات لأنك إنت بتلعب قدام حكام أفارق مش حكام محليين بيعملوا اعتبار للألوان فحمد فتحي علي أنه يركز في الكرة ويلعب كرة ومش كل شوية يبقى رايح يحتج على الحكام حاجة التانية إن أخطاء الدفاع في النادي الأهلي متكررة فيش الرقابة على الخصف عندها فقدان الكرة ما يبقاش فيه تنظيم دفاعي كامل إن أعداد موجودة في الملعة وموجودة بأعداد عالية جدا وعداد كبيرة جدا وكله تحت الكرة لكن ما فيش تنظيم وما فيش رقابة فيش تنظيم وما فيش رقابة وأخطاء الدفاع متكررة مع النادي الأهلي على الأستاذ بيتسو مسماني إنه يعالج هذه الأخطاء الدفاعية حذرنا منها عدة مرات لكنها متكررة نفس المريخ اللي سجل هدفهم في القاهرة في شباك النادي الأهلي من إسبوعين هو اللي بيسجل النهاردة هو اللي أهضر فرص النهاردة وأخطاء الدفاع كربونية كربونية ومتكررة ولو أنت بتلاعب فرقة عندها خبرات كنت ممكن تتعبك وممكن تسجل فيك أكتر من كده وتحرجك الأهلي فريق كبير فريق عظيم فريق بطل ما ينفعش بالأخطاء الدفاعية بازيس سازاج المنظومة الدفاعية محتاجة شغل من بيتسو مسماني مش أنت بقى إيه قعد تحت التوتة ونايم وإحنا أكسبنا الأخطاء الدفاعية المتكررة ويجب علاجها وأنا خايف عن نادي الأهلي من هذه الأخطاء الدفاعية المتكررة أمر الآخر محمد هيني أنا سئلت على أصابته يعني إيه يا محمد هيني دلوقتي يا ابني بتصب بالتليفون بتصب باللمس والهامس بتصب عارف إيه يعني إحنا مستنيينك مع المنتخب في مواجد السنغال فأصيب ونزل كريم فؤاد وكان في قمة مستواه وأداؤه المميل هناك لعبون موظفون أو عالة على الفرقة الاسم لعبها في النادي الأهلي والتأيهم في الملعب يعني ما احترامش شديد ليهم لا ما بيدكش ولا أنت تحس بيه وده مفترض مش يبقى أدعب في الدكة ده بقى أدعب في المدرجات وأي حد تاني من العديد على الدكة يبقى أفضل منهم أهم الاتنين لعبها اللي أنا شايف أنهم دون المستوى في النادي الأهلي ومحتاجون كونسولته هم طاهر مهمة طاهر وحسين الشحاج طاهر مهمة طاهر وحسين الشحاج ما تحسش لب حمية ولا بغيرة ولا بروح قتالية ولا بأداء في الفرقة ولا أي حاجة تحس ان هو لعب موظف مستنى الكرة الجيله حضت رجل على رجل واحد عمال الشبس أحلب مستنى الكرة الجيله عشان هو يعرضها يرفعها أوفر يضيعها يكذا والآخر لما يضيعها يبص جدا باستغراب جاني شوية وخلاص لا فيه ربما السبب الأجهزات الكتيرة ربما السبب الموضوعات الكتيرة اللي كانت حصلة لكن فوز النادي الأهلي ووجوده في أفريقيا اللي يدفعنا دائما على إظهار الأخطاء والتحدث عنه عشان الناس تاخد بال طاهر محمد طاهر مش ده مستوى محتاج يقعد في المدرجات شوية جده جده وليد سليمان لو بيلعب هيبقى قدوا تسعة تلاف مرة وحسين الشحاج شوفها اللي بقول لك جده وليد سليمان لو بيلعب هيبقى قدوا ميت مرة حق ربنا حق ربنا هنقوله ميكاسوني انت مش جايبه عشان تقعدوا في المدرجات باستمراء لا لازم لازم يبقى فيه الناس بتاخد فرص وبتاخد وبتلعب ويبقى فيه اللعبية اللي بتلعب حسن فيه حد وراها مستني فرصة انه يشارك في المباراة فعشان كده انا بقول اه اه اخطاء الدفاع ولعبين موظفين والنادي الايلي فازة بالمهارة الفردية وبالقدرات الفردية الخاصة حمد شريف واحمد عبدالقادر وتحديد هدف لطمنان اما الاخطاء الدفاعية اه فهي كربونية ومتكررة ويجب علاجها واما ان فيه لعيبة موظفين او عالي على الفر او الايلي اللي بلعب ناقص ده متكرر ويجب على مستر بيتسو موسيماني استنفار قدرات هؤلاء